السلام عليكم ازايكم متابعين فن المطبخ والبيت وحشتوني حبايبي كل عاموا انتم بخير النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة جدا الكنافة بدون فرن كنافة خفيفة اوي طعمها حلوة اوي كلها اللي هيدقها فعلا هيشكرك عليها معانا الطريقة سهلة ومقادرنا بسيطة كنافة دي كانت مجمدة فروحت حطيتها في الفرن علشان بس تفكوا ايه وتنشف مني فخدت لون بسيط بس انا طبعا جبت مقعب من الزبدة ومعلاءة كبيرة من السكر سيحتوهم مع بعض وهنزل بالكنافة عليهم وقلبها انا بالمناسبة فرقتي الكنافة بتاعتي هقلبها كويس وهجيب نصف كباية من المكسرات اي مكسرات عندك انا هنا حطيت لوز مكسر كسرته خشن شوية وهضطه معينا هقلبه معاها عشان يدي طعم وعايزة الكنافة تبقى لونها دهبي كده جلد الدهبي لغامق شوية عشان مع القشطة بتاعتنا هتبقى لونها حلو هتبقى عاملة زي الكنافة التركية بالزبط نفس الطعم تقريبا بعد ما خلصتها حمصتها على النار حمرتها تحمير دلوقتي سخنة قوي ميزة معلقة السكر هتخليها تمسك مع بعض تبقى ايه طبقة واحدة هنا انا بحاول بس ابردها شوية عشان هنزل بمعلقتين من الشربات ويا ريتي الشربات بتاعي يكون تقيل قوي يعني زي العسل بالزبط كأنه عسل بالزبط معي الشربات احنا كنا عاملينه قبل رمضان وراكناه في التلاجع علشان منين ما نحب نعوزه ونستخدمه على طول دلوقتي ساقتها بمعلقتين وهقلبها عشان كل الكنافة تبقى طعم واحد انا هنا بحاول اسويها واركنها على جنب هنا على النار حطيت قبل ما حطاها على النار اشغل العين يعني جبت كيلو من اللبن معايا كوباية لربع سكر معايا نص كوباية من الدقيق وربع كوباية من النشا هقلبهم كويس قوي وادوبهم كويس عشان ما يتكتلوش وبعد كده هشغل النار عليهم شغلت النار وبدأ اتغلي معايا والسمك بتاعها يتقل هجيب كيس فانيليا أو فانيليا سيلة ايه دي على طول فيها هجيب باكم من الكريم شانتي ده كريم شانتي خام معبق كريم خام المتحدة هو ده فببقى حلو قوي بصوا بتقول بتاعها انا عايزها كده لما تبرد هتتقل معايا الكريم شانتي هنا بيديها طعم حلو قوي على طول ان فيها نقلبها قبل ما اطفي بدقيقة هروح مقلباها مع معلقة زبدة او مكعب من زبدة زبدة دي خزيناها قبل كده قطعناها وجهزناها في علب عشان نبقى ايه مستعدين لشهر رمضان منين ما نحتاجها بدلا ما ناخد من الفريزر لأ هي متقطعة وفي الطلاجة في علبة جهزة دلوقتي هننزل بالقشطة بتاعتنا على الكنافة الكنافة نشفت دلوقتي يعني جمدت تقريبا وبردت خالص هننزل بيها هنوزعها كويس قوي على الاطراف هجيبي النص اللي فضل وايه واوزه على وش الكنافة احاول اغطي كل الاشتر اللي معايا والمهنبية اللي موجودة معايا لو جربتوها بالطريقة دي في شهر روضان هتلاقوها حلوة اوي هتطلبوها كزا مرة لانها خفيفة اوي في الاكل يعني انا جربتها دي تاني مرة حقيقي جميلة اوي 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 حتى اللي اداءها من عندي كان منها عجبته اوي وخد الطريقة كمان اتمنى وصفة النهاردة تنال اعجابكم واتنسوش الفيديو في اللايك وسبسكرايب للقناة وان شاء الله دمتم بخير وبخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته